علوم الصف الثالث الاعدادي حل تدريبات كتاب الأضواء على الدرس الثاني التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم بصراحة شرح الدروس في كتاب الأضواء جميل جدا مبسط بيستخدم فيه المخططات والأنفوغراف الأول نحل مع بعض أسئلة على ما أسبق من الدرس وهي أسئلة المحافظات صفحة 39 رقم واحد اختر الإجابة الصحيحة مما بين الكوسين ألف ميل الخط المستقيم في العلاقة البيانية مسافة وزمن في الحركة المنتظمة يساوي العجلة الإزاحة السرعة الزمن صح رقم جيم السرعة باق توقف سائق سيارة في الطريق لتناول غداءه في إحدى الاستراحات يعني حالة سكون الشكل البياني الدال على ذلك حالة سكون مسافة وزمن خط مستقيم أفقي يوازي محور الزمن اثنين ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارتين الأتياتين ألف العلاقة البيانية مسافة وزمن للحركة المنتظمة بسرعة سابتة يمثل خط مستقيم مر بنقطة الأصل عبارة صحيحة طيب العلاقة السرعة وزمن صح خط مستقيم أفقي يوازي محور الزمن الى رقم ديل باق العلاقة البيانية مسافة وزمن للجسم في حالة سكون تمثل بخط مستقيم يمر بنقطة الأصل خط مستقيم أفقي يوازي محور الزمن ثلاثة اختر الشكل البياني الذي يعبر عن كل مما يأتي ألف جسم يتحرك بسرعة منتظمة رقم ألف دا سكون باق سرعة غير منتظمة جيم صح سرعة سابتة أو سرعة ايه منتظمة إذا جيم باق جسم يتحرك بسرعة غير منتظمة سرعة رقم باق أربعة مسائل تحرك الجسم في خط مستقيم وسجلة المسافات التي قطعها هذا الجسم في أزمنة مختلفة كما هو موضح بالجدول التالي المسافة بالمتر عشر عشرين تلاتين أربعين خمسين الزمن بالثانية أربعة تمانية اتناشر ستاشر عشرين ألف مثل العلاقة بيانية المسافة على المحور الرأسي والزمن على المحور الأفك بين المسافة والزمن عشر عشرين تلاتين أربعين خمسين أربعة تمانية اتناشر ستاشر عشرين عشر مع أربعة نقطة عشرين مع تمانية تلاتين مع الاتناشر أربعين مع ستاشر خمسين مع العشرين المسطرة نبصلهم نبدأ عن سرعة ايه؟ سرعة منتازمة بقى احسب سرة الجسم سرة الجسم يعني بتساوي المسافة على الزمن يعني بتساوي عشرة على أربعة بتساوي عشرين على تمانية بتساوي تلاتين على اتناشر بتساوي أسئلة الأضواء فيها تنوه كمان فيها أسئلة الوزارة وفي آخر التدريبات أسئلة المتفوقية اللي هي مهارات التفكير العلي ثم اختبر نفسك على الدرس رقم واحد أكمل العبارات الاثنية واحد يستخدم علماء الفيزياء الوسائل الرياضية مثل نقطة نقطة للتنبؤ بالعلاقات بين الكميات الفيزيائية المختلفة الجداول والأشكال البيانية اثنين فيه العلاقة البيانية مسافة وزمن الحركة بسرعة نقط يمثلها خط مستقيم يمر بنقطة الأصل بسرعة منتظمة أو سرعة سبتة منتظمة ثلاثة العلاقة البيانية سرعة وزمن الحركة المنتظمة بسرعة سابتة يمثلها خط مستقيم نقط محور الزمن الويازي محور الزمن اربعة في الحركة المنتظمة تناسب المسافة التي يقطعها الجسم نقط مع الزمن المستغرق لقاطع هذه المسافة ترضية اثنين تخير الإجابة الصحيحة لكل بارة من العبارات التالية واحد العلاقة البيانية مسافة وزمن للحركة بنقط يمثلها خط مستقيم يمر بنقطة الأصل سرعة غير منتظمة سرعة منتظمة طبعا سرعة منتظمة رقم العلاقة سرعة وزمن الحركة بسرعة سابتة يمثلها خط مستقيم يوازي محور الصداط يمر بنقطة الأصل يوازي يوازي محور السنات الزمن ثلاثة أي العلاقات البيانية الآتية تمثل حركة جسم بسرعة منتظمة رقم ألف مسافة وزمن بسرعة منتظمة بأس كو جيم ساكن مسافة وزمن خط مستقيم يوازي محور الزمن صح رقم ألف رقم خمسة ميل الخط المستقيم في العلاقة البيانية مسافة وزمن في الحركة بسرعة منتظمة يساوي العجلة الإزاح السرعة طبعا السرعة وكم جيه ستة الشكل البياني المقابل يعبر عن حرج الدراجة حدث سجب في إطارها استعاركة إصلاحه نقط دقيقة يعني فترة سكون خط أفقي يوازي محور زمن طيب فين الخط الأفقي من أول هنا إلى غير هنا طب نزل تحت 20 من 40 40 ناقص 20 يبقى 20 دقيقة سبعة في الرسم المقابل تكون النسبة بين سرعتين حركة الجسمين سرعة إيه على سرعة بي طب الأول هنجيب سرعة إيه عين بتساوي المسافة على الزم المسافة كام تلات على الزم كام أنزل تحت واحد تلاتة على واحد تلاتة مترة على الثانية ثلاثة ¬نشوف سرعة بي المسافة على الزم هنشوف المسافة اثنين ثلوت زمن كام تلات أثنين على ثلات متر على السن تبعزين جيب النسب بينهم سورة A على سورة B بثلاثة على اثنين على ثلاثة حوّب من على لفي بثلاثة في ثلاثة على اثنين ثلاثة في التسعة على اثنين يبقى الرقم A ثلاثة اكتب المفهوم العلمي للعبارة الاتية وسيلة يستخدمها علماء الفيزياء للتنبؤ بالعلاقات الرياضية بين الكميات الفيزيائية الجداول والاشكال البيانية أربعة ضع علامة صح أمامه العبارة الصحيحة وعلمة خطأ أمامه العبارة غير الصحيح واحد يلجأ علماء الفيزياء إلى استخدام الجداول والاشكال نبغى صحيحة اثنين العلاقة البيانية المسافة والزمن للحركة المنتظمة بسرعة ثابتة يمثل خط مستقيم يوازي محور الزمن خط مستقيم يمر بنقطة الأصل أو سرعة وزمن يبقى إيه؟ يوازي محور الزمن نبغى الخطأ ثلاثة العلاقة البيانية سرعة وزمن الجسم ساكي تمثل بخط مستقيم يوازي محور الزمن نبغى خطأ خط مستقيم مطابق على محور الزمن يعني بالشكل هنا سرعة وزمن خط مستقيم يطابق محور الزمن خمسة ثوب ما تحتوي خط في العبارات الزمن واحد العلاقة البيانية العجلة والزمن بحركة جسم بسرعة منتظمة تمثل بيانيا بخط مستقيم يوازي محور الزمن برافو سرعة وزمن تبقى سرعة وزمن سرعة وزمن اثنين العلاقة البيانية السرعة وزمن للجسم المتحرك بعجلة منتظمة تمثل بخط مستقيم يوازي محور الزمن بسرعة منتظمة سرعة منتظمة ثلاثة العلاقة البيانية السرعة وزمن لجسم ساكن تمثل بخط مستقيم يوازي محور الزمن يبقى المسافة والزمن المسافة الرسم البياني المقابل يعبر عن حالة جسم تحرك بسرعة منتظمة حالة جسم في حالة سكون ستة علل لما يأتي واحد يستخدم علماء الفيزياء بعض وسائل الرضيات مثل الجداول والأشكال البيانية لوصف الزواهر الفيزيائية بطريقة أسهل والتنبؤ بالعلاقات بين الكميات الفيزيائية المختلفة اتنين يعبر عن الحركة بسرعة منتظمة في العلاقة البيانية المسافة والزمن بخط مستقيم ما يمر بنقطة الأصل لأن المسافة تتناسب فردياً مع براف الزمن عند ثبوت السرعة ثلاثة تمثل السرعة المنتظمة في العلاقة سرعة وزمن بخط مستقيم أفقي يوازي محور الزمن لأن سرعة الجسم ثابتة لا تتغير بمرور الزمن سبعة وضع بالرسم البياني واحد حالة السكون لجسم الماء مسافة وزمن خط مستقيم أفقي يوازي محور الزمن اتنين العلاقة البيانية مسافة وزمن لجسم تحرك بسرعة منتظمة مسافة وزمن خط مستقيم مائل يمر بنوت الزمن ثلاثة العلاقة البيانية سرعة وزمن لجسم تحرك بسرعة منتظمة أو سابتة سرعة وزمن خط مستقيم أفقي يوازي محور الزمن اربعة العلاقة البيانية مسافة وزمن الجسم يتحرك بسرعة منتظمة ثم يتوقف عن الحرك مسافة وزمة سرعة منتظمة ثم يتوقف عن الحرك تمانية مسائل متنوعة جسم يتحرك طبقا للإضاقة البيانية كما بالشكل المقابل اوجد المسافة التي قطعها الجسم بعد مرور أربع سوائن عند الزمن عند اربعة اطلع فوق اتحرك رسين الأعلى حتى نصل إلى خط البياني اتحرك يسارا حتى نصل إلى محور المسافة وكام عشرين متر الزمن اللازم لقاطع مسافة خمستاشر متر عند الخمستاشر تحرك يمين حتى نصل إلى خط البياني ثم تحرك إلى أسفل ثم تحرك إلى أسفل كام ثلاثة ثانية جيم السرعة التي تحرك بها الجسم وأذكر نوحها طيب السرعة بتساوي المسافة على الزمن بتساوي خمسة على واحد تساوي عشرة على الاثنين خمستاشر على الثلاثة تساوي عشرين على الاربعة تساوي خمسة وعشرين على خمسة تساوي خمسة متر على الثانية ثم تحرك إلى أسفل سرعة منتظمة لأنه يقطع مسافات متساوية خمسة متر كل ثانية اثنين من الشكل المقابل أوجد ألف المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك بعد ثلاث سوان من بدء الحركة طيب المسافة بتساوي عين في زين عند السرعة كام سابت اثنين في الزمن كام ثلاثة بتساوي كام ستة متر بق صف حالة الجسم الجسم تحرك بسرعة منتظمة أو سرعة ايه ثلاثة من الشكل المقابل حدد رقم ألف الفترة التي يتحرك فيها الجسم بسرعة منتظمة مسافة وزمن الفترة ألف ايه ألف باق طيب باق جيم ده برعة حالة سكو باق الفترة التي تكون فيها سرعة الجسم تساوي صفر باق جيم ليه حالة مين سكو أربعة تحرك الجسم في خط مستقيم وسجلة المسافات التي قطعها هذا الجسم في عدة أزمنة كما هو موضح بالجدول التالي ألف مسل العلاقة بيانية مسافة على المحور الرأسي والزمن على المحور الأفقي بين المسافة و هنا ايه الزمن مسافة و زمن هنزوج كل مرة كام؟ عشر يبقى عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين طيب الزمن خمس يبقى خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة و عشرين ثلاثين عشرة مع خمسة عشرين مع عشر ثلاثين مع الخمستاشر و خمسين مع الخمسة و عشرين و ستين مع كام مع تلاثين بقى احسب سرعة الجسم و اسكر نوعها السرعة بتساوي عين بتساوي المسافة على الزمن ساوي عشرة على خمس تساوي عشرين على عشر تساوي ثلاثين خمستاشر أربعين على عشرين خمسين على خمسة و عشرين ستين على ثلاثين ساوي اثنين متر على السنين سرعة منتزمة تسعة ادرس الأشكال الاتية سوم اجب واحد صف حالة حركة الجسم في كل علاقة من العلاقات البيانية الاتية رقم واحد مسافة و زمن خط مستقيم يمر بنقطة الأصل سرعة سايبتها او سرعة ايه منتزمة باب حالة سكون جيم سرعة غير منتزمة اثنين الشكل البياني المقابل يمس على علاقة البيانية مسافة و زمن لجسمين و متحركين سين و صام ألف ما نوع السرعة التي يتحرك بها الجسمية طبعا سرعة منتزمة سرعة منتزمة باب ايهما يتحرك بسرعة اكبر و لماذا؟ تعال نشوف الاول سرعة الجسم سي سوى مسافة على الزمن المسافة كام تلاتين والزمن كام نزل تحت ثلاثة 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 عشرة متر على السنة طبعا نشوف سرعة الجسم سوى سوى مسافة على الزمن المسافة كام تلاتين عالة الزمن كام نزل تحت هاو بقى ست سوى خمسة متر على ايه؟ على السنة يبقى الجسم سين يتحرر بسرعة اكبر الجسم سين يتحرك بسرعة اكبر ليه؟ لانه يقطع نفس المسافة في زمن اقل في علاقة بين الزمن والسرعة علاقة عكسية علاقة بين الزمن والسرعة علاقة ايه؟ عكسية عشرة اسئلة متنوعة واحد اذكر اهمية الجداول والرسوم البيانية وصف الظواهر الفيزيائية بطريقة اسم والتنبؤ بالعلاقات بين الكميات الفيزيائية مختلفة اثنين قطران توصف حالة الحركة لهم بالشكلين البيانيين التاليين ألف صف حالة حركة القطار في العلاقة البيانية في الشكل رقم واحد ده عبر عن ايه؟ سرعة منتظمة او سرعة ايه؟ سرعة سابتة احسب سرعة القطار في الشكل رقم اثنين سرعة بتساوي المسافة على الزمن بتساوي خمسة على واحد تساوي عشرة على اثنين تساوي خمستاشر على ثلات تساوي خمسة متر على ايه؟ على الثانية طبعا دي سرعة منتظمة مقدورها كام؟ خمستاشر متر على ايه؟ على الثانية يعني خمستاشر متر على الثانية العجلة المنتظمة رقم واحد اكمل العبارات الاتية واحد المعدل الزمني لتغير فيه السرعة هو العجلة بينما المعدل الزمني لتغير فيه المسافة هو السرعة اتنين عندما تقدر المسافة بالمتر والزمن بالثانية تكون وحد الكياس السرعة متر على الثانية ووحد الكياس العجلة متر على السنة البيع او متر فيه متر فيه ثانية والسليب الثانية ثلاثة حاصل ضرب العجلة في الزمن يساوي التغير فيه؟ صح سرعة الجسم أربعة العجلة المنتظمة المجابة تعني أن سرعة الجسم تزداد بمقادير نقاط فيه نقاط بمقادير متساوية فيه أزمنة متساوية خمسة عندما يبدأ جسم حركته من السكون فإن سرعته الابتدائية تساوي صح صفراً ثلاثة حاصل ضرب العجلة المنتظمة المجابة ثلاثة حاصل ضرب العجلة المنتظمة المجابة سبعة الجسم المتحرك بعجلة المنتظمة سالبة تكون سرعته الابتدائية أكبر من سرعته أنها ثمانية ثلاثة عدم عجلة جسم متحرك عندما تكون سرعته نقاط مساوية لسرعته نقاط صح سرعته الابتدائية مساوية لسرعته أنها أيه؟ يعني سرعة إيه؟ سرعة منتظمة تسعة عندما يتحرك الجسم بسرعة نقاط فإنه يتحرك بي نقاط مقدارها سفر بسرعة منتظمة تحرك بي عجلة مقدارها إيه؟ سفر عشرة عندما تتزايد سرة الجسم بمرور الزمن فإن الجسم يتحرك بعجلة نقاط صح عجلة منتظمة مجابة منتظمة مجابة بينما الجسم المتحرك بسرعة سابتة تكون عجلته سفر حداشر عندما تكون سرعة الجسم النهائية أقل من سرعته الابتدائية فإن ذلك يعني أنه يتحرك بعجلة منتظمة سالبة منتظمة سالبة نشر جسم بدأ حركته من السكون يبقى إين واحد بسرعة سفر فوصلت سرعته إلى عشرة متر على الثانية يبدأين اثنين بعد ثانيتين بدأ الزمن من بدء الحركة تكون التغير في سرعته خلال ثانيتين يبقى عشرة نقص صفر يبقى عشرة متر على الثانية والعجلة التي يتحرك بها طيب عاجب تساوي ايه؟ عين اثنين عين واحد على للتازين يبقى عشرة نقص صفر على اثنين ساوي خمسة متر على الثانية ايه؟ تربيع ثلاثتاشر قطار يتحرك بسرعة اربعين متر على الثانية وعين دا استخدام الفرامل تحركها بعاجلة سالبة لمقدارها اثنين متر على الثانية اربيع فانه يتوقف بعد زمن قدر نقص ثانية طيب يتوقف اثنين تساوي ايه؟ صفر عاوزين نحسب الزمن الزمن يتساوي ايه؟ عين اثنين عين واحد على على جين عين اثنين السرعة نهائية هو ايه توقف؟ يبقى صفر نقل عين واحد أربعين على العجلة كام؟ بيبقى انها سالبة؟ لازم نحط اشارة ايه؟ سالبة يبقى سالب اثنين سالب اثنين سالب اثنين على سالب اثنين تساوي عشرين ثانية أربعة عشر من الرسم البياني المقابل الذي يمثل حركة سيارة ألف كمت اكسى سرعة تصل اليها السيارة تساوي نقط متر على الثانية اكسى سرعة كام؟ اه ده اكسى سرعة كام ستين متر على الثانية بقى نوع العجلة في الفترة جيمدال فترة جيمدال عجلة منتظمة سالبة عجلة منتظمة سالبة اثنين تخير الاجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية واحد العجلة هي التغير في المسافة للوحدة الزمن ده سرعة اثنين واحدة بقياس العجلة متر في ثانية تربيع متر في ثانية متر على الثانية تربيع صح 3- تكون الحركة بعجلة منتظمة إذا تغيرت سرعة الجسم بمقادير متساوية في أزمنة متساوية 4- الجدول المقابل يوضح حركة جسم بـ 10-20-30-1-2-3 سرعة غير منتظمة عجلة منتظمة مجابة عجلة منتظمة سالبة سرعة منتظمة 5- عندما تكون السرعة الابتدائية لجسم الماء تساوي صفرا فهذا يعني أن الجسم بدأ حركاتهم من السكون صح رقم ألف بدأ حركاتهم من السكون وتحرك بعجلة منتظمة مجابة 6- عندما تحرك الجسم بعجلة تساوي صفرا فهذا يعني أن سرعة الجسم منتظمة صح سرعة الجسم منتظمة 7- النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية لجسم المتحرك بعجلة مجابة بعجلة مجابة سرعة النهائية أكبر من السرعة التدائية يبقى النسبة بينهم يكون أكبر من الواحد الصحيح 8- الرسم البياني الذي يعبر عن جسم يتحرك بسرعة سابتة ثم بعجلة سالبة سرعة سابتة يبقى خط مستقيم أفقي يوازي محور الزم عجلة سالبة يبقى رقم إيه 9- الشكل البياني النقط يمثل جسما يتحرك بعجلة مقدارها صفرا يعني سرعة منتظمة دي عجلة منتظمة مجابة دي سرعة منتظمة يبقى عجلة ساو صفرا 10- أي العلاقات البيانية التالية تمثل حركة سيارة عندما يضغط سائقها على الفرامل يعني عجلة منتظمة سالبة 11- سيارة ساكنة أصبحت سرعتها 32 متر على الثانية بعد 8 سوان تكون عجلة الحركة نقط متر على الثانية تربيع سيارة ساكنة يبقى هنا سرعة ابتدائية تساوي إيه صفرا يبقى 2- ثلاثية نقص صفر على الثمانية بتساوي كام بتساوي أربعة متر على الثانية تربيع يبقى رقم إيه رقم ألف 12- تحركة جسم بسرعة ابتدائية مقدارها خمسة متر على الثانية طبقا في العلاقة جيم بتساوي 10 على زي فإن السرعة النهائية للجسم هي نقط متر على الثانية 0- 15- 10- 5 طيب جيم بتساوي عين 2- عين 1 على زي طيب عين 2- عين 1 بساوي 10 و عين 1 5 يبقى إيه ناقص خمسة يدينه عشرة برافق و خمستاشر يبقى خمستاشر ناقص خمسة تساوي كام عشرة يبقى رقم باقي 13- سيارة تتحرك من السكون بعين 1 سوى صفر بعجلة منتزمة مقدارها 2 متعة الثانية تربية فإن سرعتها بعد مرور ثانيتين تصبح نقط متعة الثانية عين 2 بتساوي جيم في دلتزي زائد عين 1 جيم كام 2 في زمن كام 2 زائد صفر لتنين في اتنين باربعة يبقى رقم إيه ألف 14 استقرقت سيارة ثلاث ثواني لتصل سرعتها إلى عشرة أمثال سرعتها الابتدائية فإن السيارة تتحرك بعجلة كومتها العادية تساوي نقط سرعتها الابتدائية الزمن كام ثلاث الزمن بيساوي ثلاث ثواني والسرعة النهائية السرعة النهائية تساوي عشرة أمثال السرعة بتدائية طيب عاوزين نحسب كومت العجلة جيم بتساوي عين اتنين نقص عين واحد على دلتزي بتساوي عين اتنين عاوز عنها بعشرة عين واحد يبقى عشرة عين واحد نقص عين واحد على الزمن كام ثلاث عشرة عين واحد نقص عين واحد تسعة عين واحد تسعة ثلاثة ثلاثة عين واحد يعني ايه ثلاث اضعاف او ثلاث امسائل خمست عشر في الشكل المقابل حالة الجسم التي تمثلها النقطة وهنا بتكلم عن ايه عن النقطة جيم لديه ما بقولوش فترة يعني مثلا ما بقولوش هنا فترة قالب جيم مسلا وبقول النقطة هي بس جسم ساكن عجلة سالبة عجلة مجابا سرعة منتظمة طبعا جسم ايه ساكن لو قالALI جيم يبقى عجلة منتظمة ايه سالبة ستاشر ايه الحالات التالية لا يعبر عن حركة الجسم بسرعة منتظمة. الف. باق. طبعا باق ده عبارة عن ايه? عبارة عن سرعة منتظمة يعني عجلة بتسієству صفر. عجلات سوع صفر يعني سرعة منتظم. وجيم ده سرعة منتظمة او سرعة سبت. وده سرعة ايه? منتظمة. يبارا رقم ايه? الف. تلاتة اكتب المفهوم العلمي لكل من. واحد. الحركة التي تتغير فيها سرة الجسم المتحرك بمرور الزمن. الحركة المعجلة. اثنين مقدار التغير في السرعة خلال واحدة الزمن. العجلة. طيب تغير في مسافة يبقى سرعة. ثلاثة. العجلة التي يتحرك بها الجسم. عندما تتغير سرعته بمقدار متساوية في ازمان متساوي. هو قال انه تتغير. لو قال تزداد يبقى عجلة منتظمة مجابة. تناقص يبقى سلبة. تتغير بس يبقى عجلة منتظمة. العجلة المنتظمة. اربعة. العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تزداد. سرعته بمقدار متساوية في ازمانة متساوية. العجلة. المنتظمة. المجابة. خمسة. تناقص سرعة الجسم بمرور الزمن. العجلة. المنتظمة السلبة. اربعة. ده علامة صح امام العبارة الصحيحة. وعلمة خطأ. امام العبارة غير الصحيح. واحد. الجسم الذي يتحرك بسرعة سابتة. يقول انه يتحرك بعجلة منتظمة. بسرعة منتظمة. اثنين. تحرك الجسم بعجلة مجابة. عندما تكون سرعته النهائية اكبر من سرعته الابتدائية. المجابة. ثلاثة. العلاق البيانية. سرعة وزمن لجسم يتحرك بعجلة منتظمة. مجابة تمثل بخط مستقيم يوازي محور الزمن لجسم يتحرك بسرعة منتظمة. ولاس عجلة. اربعة. اذا بدأ الجسم حركته من السكون. فانه يتحرك بعجلة منتظمة. مجابة. خمسة. عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة. فانه قيمة العجلة تساوي صفرا. عبارة صحيحة. ستة. اذا بدأ جسم حركته من السكون. وبلغت سرعته. عشرة متعة ثانية خلال اثنين ثانية. فانه تحرك بعجلة مجابة لمقدارها عشرين متعة ثانية. عشرة. نقص صفر. سكون يبقى عين واحد بالسوء صفر. عين واحد بالسوء صفر. يبقى عشرة. نقص صفر على اثنية. سوى كام? خمسة متر على الثانية تربيع. يبقى خمسة. ثوب ما تحتوي خط في اليابارات الاثنية. واحد. العجلة هي مقدار تغير ازاحت الجسم في الثانية الوحدة. سرعت. اثنين. الجسم الذي يبدأ حركته من السكون. تحرك بسرعة منتظمة. بعجلة منتظمة. موجبة. ثلاث. اذا تحرك الجسم بعجلة منتظمة سالبة. فان سرعته النهائية تساوي. سرعته اللي بتدأ اي? سرعته بتكون اقل من. اربعة. عندما تحرك الجسم بسرعة منتظمة. فانه هتحرك بعجلة تزايدية. بعجلة تساوي صفرا. سرعة منتظمة هي بعجلة تساوي ايه صفر? خمسة. عندما تحرك الجسم بعجلة تساوي صفرا. فان سرعته تكون متغيرة. تكون سابتة او منتظمة. ستة. سيارة متحركة تتغيى سرعتها من عشرين متعة الثانية يبدأين واحد. الى تلاتين متعة الثانية يبدأين اتنين. خلال ثانيتين. تكون متحركة بعجلة مقدرها يبقى تلاتين نقص عشرين على اتنية. عشرة الاتنين تساوي خمسة متعة على الثانية تربيع. خمسة. ما المقصود بكل من. واحد. الحركة المعجلة. الحركة التي تتغير فيها سرعة الجسم المتحرك بمرور الزمن. اتنين. العجلة. المعدل الزمن للتغير في السرعة. ثلاثة. العجلة المنتظمة. العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في ازمينه متساوي. اربعة. العجلة المنتظمة المجابة. نفس تعريف. بس نغير بس ايه؟ كين متتغير يبقى تزداد. العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تزداد سرعته بمقادير متساوية في ازمينه متساوي. خمسة. العجلة المنتظمة السالبة. العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تنقص سرعته بمقادير متساوية في ازمينه متساوي. سبعة ما معنى ان المعدل الزمني التغير في سرعة جسم متحرك تساوي 10 متر على الثانية تربية هل تعرف مين هذا؟ لا في العجلة اي ان الجسم تحرك بعجلة تساوي 10 متر على الثانية تربية اثنين جسم متحرك بعجلة تساوي صفرة اي ان الجسم تحرك بسرعة منتظمة ثلاث جسم يتحرك بعجلة منتظمة ومجابة مقدارها 3 متر على الثانية تربية اي ان سرعة الجسم تزداء ومعدل 3 متر على الثانية براف كل ثانية اربعة جسم تحرك بعجلة تساوي سالب اثنين متر على الثانية تربية اي ان سرعة الجسم تتناقص بمعدل اثنين متر على الثانية كل ثانية خمس السرعة الابتدائية لجسم متحرك اكبر مين سرعته النهائية اي ان الجسم تتحرك بعجلة سالبة ستة السرعة النهائية لجسم متحرك اكبر مين سرعته الابتدائية يبقى الجسم تتحرك بعجلة مجابة سبعة سيارة تتحرك بسرعة 20 متر على الثانية وبعد خمس سوان اصبحت سرعتها خمستاشر متعة الثانية. طيب دي السرعة بتدقية? ودي السرعة انها اي? وده الزمن. لو عزيزين نحسب مين? ايه العجلة? جيم بتساوي. يعني اتنين ناقص عين واحد على دلتة زين. يعني اتنين خمستاشر ناقص عشرين على خمسة. خمستاشر ناقص عشرين سالب خمسة. سالب خمسة على خمسة مساوي سالب واحد متعة على السنة تربيع. اي ان الجسم تحرك بعجلة سالبة. قدروها كام? سالب واحد متعة على السنة تربيع. تمانية. عالم يأتي واحد. الجسم الذي يتحرك بعجلة لا يمكن ان يتحرك بسرعة منتظمة. لان سرعته تتغير بمرور الزمن. اتنين الجسم المتحرك بسرعة منتظمة. تكون عجلة حركتهم تساوي صفرا. لان سرعته لا تتغير بمرور الزمن. تسعة. ماذا يحدث في الحالات الاتين? واحد. عندما تحرك الجسم بسرعة منتظمة بالنسبة لعجلة حركتهم تساوي صفرا. اتنين عندما تكون السرعة الابتدائية لجسم متحرك اكبر من سرعته النهائية يبقى الجسم متحرك بعجلة ايه? بعجلة سالبة. تلاتة عندما يضغط سائق السيارة على الفرامل. توقف سيارته بعد فترة زمنية تحرك بعجلة سالبة وتصبح ايه? صفرا. دي بعجلة سالبة وتصبح السرعة النهائية. تساوي ايه? صفرا. اربعة. عندما تتغير سرعة الجسم بالمقدير متساوية في ازمنة متساوية. يتحرك بعجلة منتظمة. خمسة. تحرك جسم بعجلة منتظمة بمقدارها عشرة متر على الثانية تربيع. اي ان سرعته تتغير بمقدار عشرة متر على الثانية كل ثانية. ستة. عندما يتحرك الجسم بعجلة سالبة تناقص سرعته بمرور الزمن متكون السرعة الابتدائية اكبر من السرعة النهائية. عشرة متى تكون الكيم التالية مساوية للصفر? واحد. السرعة الابتدائية لجسم عندما يبدأ حركته من السكون. اتنين. السرعة انهائية لجسم متحرك تسوي صفر. عندما يتوقف عن الحركة. ثلاث. العجلة التي يتحرك بها جسم الماء. عندما تكون السرعة منتظمة. عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة او سرعة ايه سابتة. حداشر. كارن بين كل من. واحد. العجلة السالبة والعجلة المجابة. من حيث العلاقة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية. العجلة السالبة. السرعة الابتدائية اكبر من السرعة النهائية. العجلة المجابة. السرعة النهائية. اكبر من السرعة الابتدائية. اثنين السرعة والعجلة من حيث التعريف وهذا القياس. السرعة المعدل الزمن لتغير في المسافة وهذا القياس على السنة. العجلة المعدل الزمن لتغير في السرعة وهذا القياس متر على السنة تربيعة. نشر وضح بالرسمة البياني واحد. العلاقة البيانية سرعة وزمن لجسم يتحرك بعجلة صفر. يعني سرعة منتظمة. خط مستقيم ووزشي محور الزمن. العلاقة البيانية سرعة وزمن لجسم يتحرك بسرعة منتظمة. ثم يتحرك بعجلة منتظمة سالبة. يبقى السرعة منتظمة ثم إيه عجلة منتظمة سالبة ثلاثة العلاقة البيانية سرعة وزمن الجسم متحرك بعجلة منتظمة موجبة يبقى سرعة وزمن عجلة منتظمة موجبة ثلاثتاشر مسائل متنوعة وحي إيتو بيس متحرك في الخط مستقيم تغيرت سرعاتهم من ستة متعة للثانية زين واحي إلى اتناشر متر على الثانية زين اتنين خلال فترة ثلاث سوائن احسن مقدار العجلة جيم بتساوي عين اتنين نقص عين واحدة على دلتازين عين اتنين اتناشر نقص ستة على ثلاثة ستة على ثلاثة سوكم اتنين متر على الثانية تربيع اتنين سيارة خاصة تبدأ التحرك من السكو عين واحد زين صفر حتى تصل سرعتها إلى ثلاثين متعة الثانية خلال عشر سوائن احسب العجلة التي تحركت بها السيارة جيم بتساوي عين اتنين نقص عين واحدة على دلتازين عين اتنين كام ثلاثين مقص صفر على عشر ساوي ثلاثة متر على الثانية تربيع ثلاثة جسم يتحرك بسرعة سعين كيلومتر على الثانية تناقص سرعته بمعدل اربعة متعة الثانية يبدأ ايه العجلة بما انها سالبة تناقص يبقى اشارة ايه سالبة؟ يبقى سالبة اربعة متعة على الثانية تربيع احسب سرعتها النهائية بعد مرور عشر سوائن Bahn من بداية الحركة طيب هنا كيلومتر على الثانية وهنا متر على الثانية لازم نحاول جيمrab right في خمسة على تمنتاشر. على التمنتاشر فالواحد. على التمنتاشر فالخمسة. يعني بتساوي خمسة وعشرين متعة على السنة. فده سرعة ايه? الف دقيقة. طيب سرعة نهائية? عين اتنين. بتساوي. جيم. زائد عين واحد. طيب. جيم كام? سالب اربعة في الزمن كام? عشرة. زائد. خمسة وعشرين. طيب. سالب اربعة في عشرة. سالب اربعين. زائد خمسة وعشرين. تطلح هنا بالسالب. ما فيه السرعة انهائية بالسالب. يبقى العاجلة هنا لازم تكون اقل من اربعة. اقل من كام من اربعة. ما تنفعش تلاتة. التلاتة في عشرة تلاتين. هي تطلع بغضك بالسالب. يبقى اما اتنين اما واحد. يعني نخليها مثلا اتنين. يبقى هنا اتنين. سالب اتنين في عشرة. سالب كام عشرين. سالب عشرين زائد خمسة وعشرين شرط كبير ونطرح. خمسة وعشرين نقص عشرين. يبقى خمسة متر على ايه? على الثانية. يبقى تنفع سالب اتنين او سالب ايه? واحد. لكن ما نفعش تلاتة او اكبر من تلاتة. لنطلع ايه? بالسالب. اربعة. احسب الزمن اللازم لتغير سرعة جسم متحرك من? يبقى ده سرعة ايه. خمسة متعة الثانية الى يعني اتنين. خمسة وعشرين متعة الثانية عندما يتحرك بعجلة منتظمة. المقدروها اتنين متعة الثانية تربية. طيب. الزمن بيساوي ايه? الزمن بيساوي يعني اتنين ناقص عين واحد على جي. يبقى خمسة وعشرين ناقص ناقص خمستاشر على العجلة كام اتنين. خمسة وعشرين ناقص خمستاشر عشرة على الاتنين سو كان خمس سوان. خمسة جسم متحرك بسرعة عشرة متعة الثانية تحت تأثير عجلة منتظمة. المقدروها اتنين متعة ثانية تربية. احسب الزمن الذي يستغرقه الجسم حتى تصبح سرعته. اربعة امثال السرعة التي يتحرك بعثة السرعة بالتدائية. السرعة البتدائية عين واحد بيتساوي عن عشرة متة على الثانية. وعجلة جيم تتساوي اتنين متعة على الثانية تربيعة. وثلث مطلوب. طيب بالنسبة السرعة بنهاية اربعة اضعاف السرعة بتدائية يشغ lóg claws اربعة في عشرة. Cream 40 متعة على الثانية. يبقى الزمن بتساوي. عين اتنين ناقص. سعين واحد على جيد. عين اثنين اربعين نقص عشرة على اثنين. اربعين نقص عشرة تلاتين. تلاتين على اثنين خمستاشر ثانية. ست. تحرك كطار بسرعة عشرين متر على الثانية. وعندما استخدم الصائق الفرامل تحركها بعجلة منتظمة سالبة مقدارها اربعة متر على الثانية تربيع. احسب الزمن. اللازم لتوقف الكطار. يبقى هنا عين اثنين تساوي صفرة. وهنا عجلة منتظمة سالبة. لازم احط اشارة ايه? سالبة. طيب عاوزين نحسد الزمن. يبقى عين اثنين مع سعين واحد على جيد. عين اثنين صفر مع سعين واحد عشرين. جيم سالب اربعة. من غير اشارة سالبة للعجلة يبقى سالب عشرين على اربعة سالب خمس سانية. وما فيش زمن بالسالب. يبقى لازم احط اشارة ايه? سالبة. سالب عشرين على سالب اربعة سو كام خمس سانية. سبعة. تحرك سيارة بسرعة خمسين متر على الثانية. فاذا قللت سائق من سورة السيارة بمعدل اتنين متر على الثانية تربية. يبقى العجلة برضك ايه? سالبة. بحط اشارة سالبة. فحسب سرعة السيارة بعد مرور اتناشر سانية. يبقى السرعة انهائية. عين اثنين. بتساوي. جيم في دلتازي زائد عين واحد. وان جيم كام? سالب اثنين. في الزمن كام اثناشر. زائد عين واحد كام? خمسين. سالب اثنين. اتناشر. سالب اربعة وعشرين. خمسين ناقص. اربعة وعشرين. ستة. وعشرين متر على ايه? على الثانية. ثمانية. خلال اتنين ونصف ثانية ازدادت سرعة السيارة من. بالعين واحد. خمستاشر متر على الثانية الى. بالعين اثنين. خمسة وعشرين متر على الثانية. بينما تحرك الدراجة من السكون. بالعين واحد بتساوي صفر. ووصل سرعتها الى خمسة متر على الثانية. بالعين اثنين. احسب العجلة. واسكر نوعها لكل منهم. طيب العجلة. جيم بالنسبة للسيارة. عين اثنين. ناقص. عين واحد على. دلتازي. عين اثنين كام? خمسة وعشرين. ناقص. عين واحد كام? حمستاشر. على. الزمن كام? اثنين ونص ثانية. خمسة وعشرين ناقص خمستاشر عشر. عشر على. اثنين ونص اربعة متر على الثانية تربيع. فتعالي نشوف بالنسبة للدراجة. السرعة ابتدائية صفر. والسرعة النهاية كان خمسة. يبقى جيم للدراجة. عين اثنين. ناقص عين واحد على دلتازي. يعني بساوي. خمسة. ناقص صفر. على اثنين ونص. خمسة على اثنين ونص. ساوي كام? اثنين متر على الثانية تربيع. طبعا نوحة ايه? نوحة عجلة منتظمة مجابة. الاتنية. سواء ديت او ديت. عجلة منتظمة مجابة. تسعة. تتحرك سيارة بعجلة منتظمة سالبة. المقدرها اربعة متر على الثانية تربيع. يبقى جيم بتساوي سالب. اربعة متر على الثانية تربيع. خلال الفترة الزمنية من لحظة الضغط على الفرامل. حتى التوقف. يبقى اثنين تساوي صفر. والتي استغرقت زمن قدره عشرين ثاني. في هذا الزمن. احسب سورة السيارة لحظة الضغط على الفرامل. يعني عاوزين نحسب السرعة الاتفاقية. السرعة الاتفاقية عين واحد بتساوي. عين اثنين ناقص. جيم في دلتة زي. عين اثنين كام? صفر. ناقص. جيم كام? سالب اربعة. في الزمن كام? عشرين. سالب اربعة في عشرين سالب تمانين. صفر سالب سالب يبقى موجب. يبقى يساوي كام? تمانين متر على ايه? على الثانية. عشرة. تحركت سيارة بسرعة منتظمة. فقطعت مسافة تمانين مترا خلال اربع ثوان. ثم ضغطت قائدها على الفرامل. فاستغرقت اربع ثوان. اخرى حتى توقفت تماما. يبقى خلال الثمانين مترا الاولى. طيب. سرعة منتظمة يبقى عجلة تساوي صفر. منت مغم. بعد الضغط على الفرامل. عندما تحرك الجسم بسرعة منتظمة خلال الفترة معينة. ثم عجلة. فان قيمة السرعة الابتدائية تساوي قيمة السرعة المنتظمة خلال الفترة الاولى. ثاني. لما الجسم تحرك بسرعة منتظمة خلال الفترة مثلا من الالف باق وهنا جيم. تحرك من الالف لباق سرعة منتظمة. يعجلة هنا تسوي صفر. وبعدين تحرك بعجلة من باق الى جيم. كيمة السرعة الابتدائية في الفترة باق جيم تساوي كيمة السرعة المنتظمة خلال الفترة الالف باق عند النقطة ايه؟ باق. بمعنى. السرعة ابتدائية عين واحد بتساوي. المسافة على الزمانة تمانين على اربعة تساوي كام عشرين متر على الثاني. ده كيمة السرعة ابتدائية وكمان السرعة المنتظمة. طيب. عاوزين نحسب بعجلة? يبقى جيم بتساوي. عين اثنين. نقص عين واحد. اه دلت زي. عين اثنين كام? هو قال لي هنا. توقفت الى صفر. نقص. عين واحد كام? عشرين. على. طيب الزمن كام? اربعة سوائن. يبقى على اربعة. صفر نقص عشرين سالب عشرين. سالب عشرين على اربعة يساوي سالب خمسة متر على الثانية تربيع. حد عشر. تحركت سيارة بسرعة منتظمة. لمقدارها عشرين متر على الثانية. لمدة عشر سوان. ثم ضغط الساق على الفرام. فتناقص سرعتها بمعدل اثنين متر على الثانية تربيع. يعني هنا العجلة بساوي سالب اثنين متر على الثانية تربيع. الف المسافة التي قطعتها السيارة في اول عشر سوان. طيب فيه بتساوي عين في زين. السرعة كام? عشرين. والزمن كام? عشر. عشرين في عشرة. متين متر. بقى سرعة السيارة بعد مرور ثلاث سوان من لحظة الضغط على الفرامل. يعني عاوز السرعة النهائية بعد مرور ثلاث سوان. السرعة النهائية يعني اثنين بتساوي جيم في دلتزي زائد عين واحد. طيب العجلة كام? سالب اثنين في زمن كام? تلاث سوان زائد. عين واحد كام? عشرين متر على الثانية. سالب اثنين في تلاتة سالب ستة. شرط الكبير بنترح عشرين ناقل ستة. اربعتاشر متر على ايه? على الثانية. اثناشر. الشكل البياني المقابل يعبر عن حركة جسم خلال ثلاث فترات زمنية. الف باق. باق جيم جيم داية. الف. ما كومة العجلة التي يتحرك بها الجسم في الفترة? الف باق. تعال نشوف العجلة. العجلة بتساوي ايه? جيم بتساوي. عين اثنين ناقص عين واحدة على دلتزين. عين اثنين كام او ستين. ما دي عين واحد. ده السرعة بتدقية. بدأ بيها. هي تساوي صفر. وده السرعة ايه? انه ايه? خلال الف باق. يبا ستين ناقص صفر. على الزمن. انزل تحت. تلاتة. تلاتة ناقص صف تلاتة. يبا تلاتة. ستين على التلاتة عشرين متر على الثانية ايه? تربيع. باق ما نوع العجلة التي يتحرك بها الجسم في الفترة جيم دا. ده عجلة ايه? عجلة منتظمة سالبة. عجلة منتظمة سالبة. جيم ما كمتة الفترة الزمنية التي تحرك فيها الجسم بعجلة صفر. للفترة باق جيم. ده عبارة عن سرعة سابتة او سرعة منتظمة. عند باق انزل. تلاتة. وعند جيم انزل تحت. خمس. خمسة وثلاثة اتنين. يبقى اتنين ثانية. تلاتة عشر. الشكل البياني المقابل يمثل حركة السيارة في خط مستقيم. خلال فترتين زمنيتين. الف باق باق جيم. احسب مقدار العجلة التي تحركت بها السيارة في كل من الفترتين مع ذكر نوع. طيب. تعال الاول الفترة الف باق. العجلة خلال الفترة الف باق. بتساوي. عين اتنين ناقص. عين واحد عدلتها زين. يعني بتساوي. عين اتنين كام? عشرين. يبقى عشرين ناقص صفر على الزمن. ننزل تحت. اربعة ناقص صف اربعة. عشرين على اربعة خمسة متر على الثانية تربيع. طيب. نوع العجلة ايه? عجلة منتظمة موجبة. تتعال نشوف فترة باق جيم. العجلة. جيم بتساوي. عين اتنين ناقص عين واحد عدلتها زين. عين اتنين. اللي اخر سرعة وصل له. اللي هي النقطة الهيط. هتش يقول لي ست. ست دية ده زمن. التنمال كان صفر. يبقى عين اتنين صفر. يبقى صفر. ناقص. عين واحد كام? عشرين. على الزمن. ننزل تحت. باق اربعة. والنقطة دية ست. يبقى ست. نقص اربعة. اتنين. يبقى زمن كام? اتنين سنة. سالب عشرين على اتنين. سالب عشرة. متر على الثانية اي تربية. تبنوا العجلة. عجلة. منتظمة. سالبة. اربعة عشر. ادرس الاشكال الاتية سوم اجب. واحد. صف حالة حركة الجسم في كل علاقة من العلاقات البيانية الاتية. رقم الف. سرعة وزمن. عجلة. منتظمة ومجابة. عجلة. منتظمة. مجابة. باق. عجلة. منتظمة. سالبة. عجلة. منتظمة. سالبة. جيم. سرعة منتظمة. سرعة. منتظمة او سابتة. يعني ايه. عجلة. ستساوي ايه. صفرات. اتنين. ادرس الشكل المقابل سوم اجب. عما يلي. الف. اي الجسمين يبدأ حركاته من سكون. الجسم صاد. يبقى صاد. يبدأ من السكون. باق. متى يبدأ كل منهما الحركة بسرعة منتظمة. اهو اذا سرعة منتظمة. اذا النقطة انزل تحت. يبقى كام. اربعة ثانية. يبقى اربعة ثانية. يبقى ايه الجسمين يتحرك بعجلة اقل. بالنسبة لسي. يبقى بتساوي. عين اتنين. ناقص عين واحد على دلتة زي. عين اتنين لأقصى سرعة وصلها. كام اربعين. يبقى اربعين ناقص. عين واحد كام عشرين. على الزمن. انزل تحت. اربعين ناقص صفر باربعة. اربعين ناقص عشرين. عشرين. عشرين على اربعة. خمسة متر على الثانية تربيع. فتعالنا نشوف بالنسبة لصاد. العجلة بتساوي عين اتنين. ناقص عين واحد على دلتة زي. عين اتنين كام اربعين يبقى اربعين. ناقص عين واحد كام بدا مسكون يبقى صفر. على الزمن نفس الزمن. اربعة. اربعين على اربعة. عشرة متر على الثانية ايه? تربيع. يبقى سين? يتحرر بعجلة ايه? اقل من صاد. يبقى الجسم سين. ثلاثة. من الشكلين البيانيين المقابلين. حدد الفترة او الفترات التي يكون فيها الجسم في حالة. الف. حركة بسرعة منتظمة. الف با. بسرعة منتظمة. الف. با. و. لام صاد. لام صاد. بسرعة ايه? منتظمة. با. حركة. بعجلة منتظمة. عجلة منتظمة. سين صاد. سين صاد. عجلة منتظمة مجابة. جيم سكون. سكون با. جيم. فترة ايه? سكون. خمسة عشر. اسئلة متنوعة. واحد. الجدول المقابل يوضح العلاقة بين السرعة والزمن لجسم متحرك. ارسم العلاقة البيانية بين السرعة والزمن. السرعة على المحور الرأسي. والزمن على المحور الأفقي. السرعة سنزود كل مرة كام? خمسة. يبقى خمسة. عشرة. كل مرة نزود خمسة. حتى قد مني عشرين. مفعش كتبع عشرين. غلط. يبقى خمسة عشر. خمسة عشر. عشرين. خمسة وعشرين. ثلاثين. خمسة و ايه? وثلاثين. يبقى كل مرة نزود ايه? بمقدار متساوي. ازاي نشوف الزمن. واحد اتنين اربعة نفس الشيء. هنزود كل مرة واحد. واحد. اتنين. عشان اقول اربعة غلط. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. خمسة مع واحد. عشرة مع اتنين. عشرين مع اربعة. عشرين. اطلع هنا. بقى لاربعة. تلاتين مع ستة. تلاتين مع ستة. طبعا لو رأسي بيكون ارض. خمسة تلاتين مع سبعة. سبعة. ثم احسب العجلة التي يتحرك بها الجسم. عاوزين نحسب بقى ايه? ايه العجلة. الجسم بتساوي. عين اتنين ناقص عين واحد على دلتة زين. عين اتنين كام? اخر سرعة. خمسة تلاتية. خمسة تلاتية. ناقص. عين واحد كام? خمس. على الزمن. سبعة. ناقص واحد. خمسة تلاتية ناقص خمسة تلاتية. سبعة ناقص واحد ستة. تلاتين على الستة. تساوي خمسة متر على الثانية ايه? تربية. اتنين. في احد السباقات تحرك عداء بسرعة منتظمة. قدروها عشرة متر على الثانية. خلال خمس سوان. وفي نفس الزمن كانت تتحرك بجواره سيارة. تزياد سرعتها من صفر الى خمسة وعشرين متر على الثانية. ألف. احسب المسافة التي قطعها العداء. تساوي عين في زي. السرعة كام? عشر. والزمن كام? خمس. يبقى سوى خمسين متر. بقى. ارسم العلاقة البيانية سرعة وزمن. وسجل عليها حركة العداء وحركة السيارة. سنرسم العلاقة بين السرعة المحور الرأسي والزمن المحور الأفق. بالنسبة للعداء. حركة بسرعة منتظمة. قدروها كام? عشرة متر على الثانية. والسيارة السرعة تزايدت من صفر الى خمسة وعشرين. يعني هنا على المحور الرأسي هنزوج كل مرة خمسة. يبقى خمسة. عشرة. خمستاشر. عشرين. خمسة وعشرين. ثلاثين. طيب والزمن هنا. وقال لي خلي خمس سوان. يبقى نخليها كل ثانية. يبقى واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. هذه خمسة. طيب بالنسبة للعداء. السرعة منتظمة. السرعة منتظمة في علاقة البينية بين السرعة والزمن. عبارة عن ايه? خط مستقيم وفقية. يوازي محور الزمن. يبقى خلال خمس سوان. يبقى الخمسة كده. يبقى ده مين? ده سوعة العداء. يبقى العداء. طيب بالنسبة للسيارة. تزالت من الصفر. يعني من السكون. يبدأ من هنا. حتى وصلت سرعتها الى خمسة وعشرين متر على الثاني. يبقى خلال خمس سواني. السرعة كام ووصلت خمسة وعشرين. يبقى عند الخمسة وعشرين. هذا سرعة مين السيارة. جيم من الرسم البياني. اوجد الزمن الذي تساوي فيه. سرعة العداء مع سرعة السيارة. تعال نشوف مع بعض. هم الاتنين تقابل في نقطة. ننزل تحت. يبقى كام اتنين ثانية. يبقى اتنين ثانية. تلاتة. الاشكال التالية توضح حركة ثلاث سيارات اي بي سي. ادرس الاشكال السابقة سوم اكمل. الف. رقم واحد. سورة السيارة ايه? تساوي نقط كيلو متر على الساعة. طبعا دي ايه? حالة سكوم. خط مستقيم. افقي. يوازي محور الزمن. يبقى حالة ايه? سكوم. يبقى تساوي ايه? سفرة. ثلاثة. سرعة السيارة سي تساوي نقط كيلو متر على الساعة. عشرة السرعة. تساوي خمسة على الواحد. عشرة على الاتنين. خمستاشر على التلاتة. عشرين على الاربعة. تساوي كام خمسة كيلو متر على ايه? على الساعة. رقم با. السرعة النسبية للسيارة ايه? بالنسبة لمراكب في السيارة سي. عندما. واحد. تساوي السيارتان ايه و سي في نفس. الاتجاه تساوي نقط كيلو متر على الساعة. نفس الاتجاه يبقى الفرق بين السرعتين. يعني عشرين ناقص خمسة تساوي كام خمستاشر كيلو متر على الساعة. اثنين. تسير السيارتان. ايه و سي في اتجاهين متضدين. تساوي مجموع السرعتين. يبقى. عشرين و خمسة. خمسة و عشرين كيلو متر على ايه? على الساعة. اربعة. سيارة متحركة بسرعة خمسة متر على ثانية. وبعد ثانية واحدة اصبحت عشر متر على ثانية. وبعد ثانية اخرى. زادت سرعتها بمقدار خمستاشر متر على ثانية. وبعد استخدام الفرامل اصبحت سرعتها عشر متر على ثانية. خلال الثانية السالسة. وفي الثانية الرابعة. زلت سرعتها عشر متر على ثانية. تم استخدام الفرامل. فتوقفت. عند نهاية الثانية الخمسة. مسل الحركة بيانيا فقط. طيب على المحور الرأسي السرعة. وعلى المحور الافقي الزامن. طيب السرعة هنا. خمسة. عشرة. خمستاشر. يبقى كل مرة هنزود خمسة. يبقى تبيني خمسة. عشرة. خمستاشر. عشرين. خمسة و عشرين. ثلاثين. طيب. زمن. واحد. اثنين. ثلاثة. خمسة. يبقى ايه? كل مرة زود واحد. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. ادى خمسة. سيارة متحركة بسرعة خمسة متر على ثانية. يبقى دي السرعة ابتدائية. اللي بدأ منا. يبقى حط النقطة على الخمسة. وبعد ثانية واحدة اصبحت عشرة متر على ثانية. يبقى بعد ثانية. ثانية. هطلع فوق عند ايه? عند العشرة. وحط نقطة. يبقى عند العشرة. وبقى الواحد كده. هوا. يبقى بعد ثانية بات كام بات عشرة. وبعد ثانية اخرى. زادت سرعتها بمقدار خمستاشر متعة ثانية. بمقدار. ما قال ليش هنا. السرعة وصلت الى خمستاشر. هو قال لي هنا. زادت بمقدار خمستاشر. يعني هزود خمستاشر على العشرة. يبقى كام? صح? خمستاشر. وعشرة. خمسة وعشرة. يبقى خلايا للثانية الثانية. هطلع فوق عند الخمسة وعشرة. وحط نقطة. اهو. ليش فاكده. هو لو قال لي هنا. السرعة وصلت الى خمستاشر. يبقى عند الخمسة ووقف هنا. لكنه قال لي ايه. زادت بمقدار خمستاشر. يواف عند العشرة. لما تزيد بمقدار خمستاشر يبقى تصدقى عند الخمسة وعشرين. وبعد استخدام الفرامل. يبقى هنزل تحت. أصبحت سرعتها. عشرة متعة ثانية خلال الثانية الثالثة. يبقى خلال الثانية الثالثة. بعد عشرة. يبقى قبار العشرة. مع الثلاثة. يبقى هنزل تحت. وفي الثانية الرابعة الثانية الرابعة ظل سرعتها 10 متر على الثانية يعني سرعة منتظمة ثلال الثانية الرابعة يعني خط مستقيم يوازي محور الزمان تم استخدام الفرامل فتوقفت عند نهاية الثانية الخامسة أسئلة مهارات التفكير العليا صفحة 61 رقم واحد تخير الإجابة الصحيح واحد الناسبة بين السرعة النهائية والسرعة الإبتدائية لجسم يتحرك بعجلة تساوي صفرا نقطة الواحد الصحيح طيب عجلة تسو صف يعني سرعة منتظمة والسرعة النهائية بتساوي السرعة الإبتدائية في السرعة منتظمة بالتالي الاثنين يساوي بعض يبقى تساوي الواحد ايه؟ اصحيح يا برقم بقية اثنين تحرك جسم من السكون بعجلة منتظمة يمكن حسابها من العلاقة جين بتساوي عشرة على زين تكون السرعة النهائية للجسم تساوي نقط متر على الثاني طيب جين بتساوي عين اثنين ناقص عين واحد على زين افهم من كده ان الاثنين ناقص بعض يعني عين اثنين ناقص عين واحد سو كام عشر يبقى عين اثنين كام عشر وهيكون عين واحد كام صفر يبقى عشر ناقص صفر سو كام عشر متر على ايه؟ على الثانية تلاتة تحرك جسم بعجلة منتظمة خلال حداشر ثانية حيث وصل سرعته بعد خمس سوان الى ثلاثة وستة من عشر كيلو متر على الساعة وفي نهاية حركته وصلت سرعته الى واحد وثلاثة من عشر متر على الثانية فان سرعة الجسم التي بدأ بها الحركة تساوي نقط متر على الثاني طيب، عند هنا السرعة كيلو متر على الثانية وعين السرعة متر على الثانية لازم الاول نحول من كيلو متر على الساعة لمتر على ايه؟ على السانية يعني ستقول تلاتة ستة من عشر في خمسة على ثمنتاشر حاول من كيلو متر على الساعة الى متر على الثانية. بتسوي كام واحد متر على ايه? على الثانية. طيب هنرسل مع بعض. عند الجسم تحرك بعجلة خلال حداشر ثانية. حداشر ثانية. حيث وصلت سرعته بعد خمس ثواني. يعني مساء بعد خمس ثواني او هنا خمسة خمس ثواني. السرعة وصلت ل كام? واحد متر على الثانية. لبنا اولي اكتب واحد متر على ايه? على الثانية. او في نهاية حركته. وصلت سرعته الى واحد وثلاثة من عشرة. و viewed. واحد وثلاثة من عشرة متر على ايه? على الثانية. فان سرعة الجسم اللي بدأ بها بقى اللي ايه? هاو imagining واحد. سرعة ل어지ية الى اللي بدأ بها. طيب. ها ها تحرك بعاجلة المنتزم. يعني كمتة العجلة سبت. طيب السرعة الابتدائية بتساوي ايه? عين اثنين ناقص جيم في دلتة زي. طبعا عين اثنين موجود. والزمن موجود. لكن عجلة مش موجود. لكن مديني معطيات اجيب بها العجلة. يبقى الاول اجيب العجلة خلال الفترة التانية دهيت. من هنا لهنا. يبقى جيم بتساوي. عين اثنين ناقص عين واحد على دلتة زي. عين اثنين واحد وتلاتة من عشر. ناقص. عين واحد. فتكيلن researchers في دهات. واحد على الزمن. ده كل احد عشر. ودهية خمسة. يبقى احد عشر ناقص خمسة كام? ايه. ده كل موجود هذا. ده كلů احد عشر. وده خمسة. يجب به ده كم بس. عosi ده خمسة ستة. واحد jump8 من عشرة ناقص واحد على ستة. بتساوي كام؟ بتساوي. خمسة من مية ايه? متر على السنة التربيعة. جدنا العجلة. قدر اجيب السرعة ابتدائية. يبقى عين واحد. بتتاوي. عين اتنين ناقص. جيم بدلت الزيج. عين اتنين كام? كان نبيع الفترة الاولية ده اهي. هي عزين ديت عين واحد. بدأ عين اتنين. واحد متر على السنة. ناقص. جيم كام? خمسة من مية. في الزمن كام? فترة ده ايه. كام الزمن? خمسة. خمسة من مية في خمسة خمسة عشرين من مية. واحد ناقص خمسة عشرين من مية بتساوي كام? خمسة وسبعين من مية. طيب. حد يقولي يا استاذ انا ممكن احسب السرعة النهائية ايه. يعني دي بتبقية اللي كلها نهائية عادي. تعال انجرد كده. عين واحد بتساوي. عين اتنين واحد تلاتة ايه من عشر. واحد تلاتة من عشر. ناقص. العجلة كام? خمسة من مية. في الزمن يبقى كله بقى. يبقى كله كام? حداشر. بتساوي كام? نفس الشيء. بتساوي خمسة وسبعين من مية متر على ايه? على الثانية. يبقى يساوي كام? خمسة وسبعين من مية. رقم ايه? اربعة. الشكل البياني المقابل. يعبر عن حركة جسم. المسافة التي يقطعها الجسم خلال الثواني الاربع الاولى. سوى نقاط متر. اربع ثواني. عند زمن اربعة. بسرعة عشر. الاربع في عشرة اربعين. يبقى اربعين متر. بقى مقدار العجلة التي يتحرك بها الجسم. خلال الثواني. الاربع الاخيرة. بتساوي نقاط متر على الثانية تربيع. خلال الاربع ثواني الاخيرة. يعني من اتماشر لكام لتمانين. هطلع فوق. يعني من هنا الهن. جيم. بتساوي. عين اتنين نقص عين واحد. للتزيد. عين اتنين. اهو. هتشقول اتناشر. ده صفر. يبقى صفر. عين واحد. ده عين واحد. تلاتين. على الزمن اربعة. سالب تلاتين. على اربعة. تساوي كام? سالب سبعة ونص. متعة الثانية تربيعا. اتنين. تم رصد سيارتين في نفس اللحظة. فتحركان على منحدر. الاولى تصعد المنحدر بسرعة منتظمة. مقدارها تلاتين متعة الثانية. والثانية تهبط نفس المنحدر. بسرعة ابتدائية مقدارها عشرة متعة الثانية. وبعجلة منتظمة مقدارها خمسة متعة الثانية تربيعا. فإذا تقابلت السيارتين بعد مرور خمس سوان من تلك اللحظة. فحسب السرعة النسبية للسيارة الاولى كما يلحظها سائق السيارة الثانية عند التقاء السيارتين. السيارة الاولى سرعتها منتظمة. مقدارها كام? تلاتين متر على الثانية. يعني هذه سرعتها الفعالية. الثانية تهبط. يعني هما الاثنين بتحركوا في عكس الاتجاه. السرعة الابتدائية. عشرة متعة الثانية. وعجلة خمسة متعة على الثانية تربيعا. هنحسب السرعة مين? النهائية. يبقى السرعة النهائية. السرعة التانية بتساوي. جيم في جلدة زي زائد عين واحد. جيم كام? خمسة. في الزمن كام? خمس سوان. زائد. عين واحد كام? عشرة. الخمسة في خمسة? خمسة وعشرين. زائد عشرة. خمسة وثلاثين متر على ايه? على الثانية. يبقى الاولى ثلاثين. والثانية كام? خمسة ثلاثين. هما الاتنين بتحركوا في عكس الاتجاه. مجموع السرعتين. يبقى تلاتين زائد خمسة وتلاتين. سوى كام? خمسة وستين متر على ايه? على الثانية. تلاتة. تحركت سيارة من السكون. وازدادت سرعتها الى 10 متعة ثانية خلال 4 سوائن. ثم تنقصت سرعتها الى 5 متعة ثانية خلال 2 ثانية اخرى. احسن. العجلة التي تحركت بها السيارة خلال الفترة الاولى. عشان نفهم مسألة صح هنرسمها. السرعة عندي هنا خمسة هنا عشرة. كل مرة نزود كم نزود خمسة. يبقى المحور الرأسي اللي هو السرعة هنزود خمسة. يبقى خمسة عشرة خمسة عشرة عشرة عشرين. والزمن هنا كام اربعة وهنا اتنين يبقى كل مرة نزود اتنين. يبقى اتنين اربعة ستة تمانية عشرة. السيارة حركت من السكو. يبقى السكو. وازداد سرعتها الى عشرة متر على الثانية خلال اربع سوان. يبقى خلال اربع سوان هطلع فوق وبال العشرة. حطوا نقطة. بدل الفترة الاولى. بدل الفترة ايه الاول واليكم مسلا الف بان. ثم تنقصت سرعتها الى خمسة متر على الثانية خلال اتنين ثانية. يبقى خلال اتنين ثانية. يبقى خلال اتنين ثانية يبقى مربعة لستة. السرعة قالت الكام لخمسة. يبقى اطلع فوق عن الستة كده وبال خمسة. حطوا نقطة. وليكم مسلا جيت باق جي. الاول هنحسب العجلة التي تحركت بها السيارة خلال الفترة الاولى. للفترة الف باق. العجلة جيم بيتساوي. عين اتنين ناقص. عين واحد على دلتة زين. عين اتنين عشرة. ناقص. عين واحد كام? صفر. على الزمن. الزمن كام? اهو فتر اول يبقى اربعة. عشرة لاربعة كام? تساوي اتنين ونص متر على ايه? على الثانية تربية. تساوي اتنين ونص متر على الثانية تربية. طيب. تعالي نشوف رقم باية. الزمن اللازم لتوقف السيارة. يعني هنا عن اتنين تساوي صفر. اذا تحركت بنفس معدل التغير في السرعة. في الفترة التانية. يعني عندك هنا كمان فترة تالتة. فترة ايه? تالتة. عاوزين نحسب فيها الزمن. طيب عشرة نحسب الزمن بيساوي ايه الزمن? عين اتنين ناقص عين واحدة على جيم. طيب جيم الفترة التالتة مش موجودة. كان هو قال لي هنا ايه? تحركت بنفس معدل التغير في السرعة يعني نفس العجلة في الفترة التانية. يعني العجلة هنا في فترة التالتة بتساوي العجلة هنا في فترة تانية. يبقى الاول هنحسب كونت العجلة في فترة ايه? في الفترة التانية اللي هي باقي جيب. يبقى جيب بتساوي. عن اتنين ناقص عين واحد على دلتزيل. عن اتنين كام? اهو. دي قبلها كام خمسة. ناقص. عين واحد كام? عشرة. على. الزمن اتنين. خمسة ناس عشرة سلب خمسة. على اتنين سلب اتنين ونص الميتر على سنة تربيع. اقدر احسب الزمن خير الفترة التالتة يبقى الزمن بيساوي. عين اتنين ناقص عين واحد على جين. يعني بيساوي. عين اتنين كام وقالت اوقف. يبقى صفر. ناقص. عين واحد ايه? بقى الجين بقى. بقى دي عين واحد. كام خمسة? على. العجلة كام? سالب اتنين ونصف. سالب اتنين ونصف. سالب خمسة على سالب اتنين ونصف رقم 1- اختر الإجابة الصحيح الجسم الذي يبدأ حركته من السكون تكون عجلة الحركة 2- أي مما يلي ليس من وحدات قياس العجلة متر على ثانية تربيع كيلو متر على الساعة تربيع متر تربيع على الساعة رقم 2- 3- النسبة بين السرعة الابتدائية والسرعة النهائية لجسم متحرك بعجلة سالبة في العجلة السالبة السرعة الابتدائية أكبر من نهائية وبالتالي رقم كبير على رقم صغير سيكون أكبر من واحد ايه الصحيح 4- تتغير سرعة جسم بمرور الزمن كما هو موضح بالجدول المقابل فإن ذلك يعني أنه يتحرك بعجلة مقدارها نقاط متر على الثانية تربيع يعني 2-21-0 على 4-0 24-24 فكام 5 متر على الثانية تربيع 2- أكمل العبارات الاتية 1- في الشكل المقابل الزمن اللازم لقاطع مسافة 20 مترا يعني عند المسافة 20 تحرك إيمي حتى نصل لخط البياني تحرك إلى أسف يبقى كام أربعة ثانية بينما نوع السرعة التي تتحرك بها الجسم سرعة منتظمة نين تقاس السرعة بواحدة نقط واحدة متر على الثانية بينما تقاس العجلة بواحدة نقط متر على الثانية تربيع أحيانا تقاس الإختياري متر في ثانية ثانية ثلاثة عندما تكون سرعة الجسم الابتدائية مساوية لسرعته النهائية يعني سرعة منتظمة فإن ذلك يعني أنه يتحرك بعجلة بسرعة سفر أربعة استمركت سيارة أربع ثانية لتصل سرعتها النهائية إلى تسة أمثال سرعتها الابتدائية فإن السيار تتحرك بعجلة بكمتها العادية تتساوي نقط سرعتها الابتدائية طيب السرعة النهائية عني اتنين بتساوي تسعة عين واحد والزمن كام الزمن بتساوي أربع ثانية نعطي نقص عين واحد على دلتا عن التنين كام؟ يعني اتنين عاوضع عن تسعة عين واحد بón ناقص عين واحد على أربعة تسع عين واحد يعني بثمانية عين واحد وطوPat عين واحد على البعة وتساوي كام؟ يعني بثمانيا عين واحد ضعف ثلاثة اجيب عما يأتي. واحد. جسم متحرك بسرعة 72 كمتعة الساعة. وبعد 10 ثوان من حركته اصبحت سرعته 40 متعة الثانية. احسب العجلة التي يتحرك بها الجسم. وحدد نوعها. طيب الاول هحول من كمتعة الساعة لمتعة الثانية. المتعة. ايه تنين يا أسبعين خمسة على الطمنتاشر. تمنتاشر فالواحد. تمنتاشر فالاربعة. خمسة هتسوي كيام عشرين متعة على ايه على الساعة يعني العجلة بتساوي. يعني اتنين نق One على بلتفيدي. يعني اتنين كام اربعين. يابعينぶعين نقص عشرين على الزمن كام عشر. يبقى عشرين على عشرة سي 하고 اتنين متعة على الساعة ايه تربيع therapist. اثنين سيارة تتحرك بسرعة منتظمة مقدارها 25 متعة ثانية خلال 4 ثوان وعند استخدام الفرامل تناقصت سرعتها بمعدل 2 متعة ثانية تربية يبدأ العجلة سلبة يبدأ سالب 2 متعة ثانية تربية احسب سرعتها بعد مرور 10 ثوان من لحظة الضغط على الفرامل طيب هو تحرك بسرعة منتظمة وبعدية تحرك بعجلة هنا السرعة الابتدائية خلال الفترة الثانية تساوي كمتة السرعة من المنتظمة خلال فترة أولى ثانيا هتحرف بسرعة منتظمة بعد كده عجلة. السرعة الابتدائية تساوي كيمة السرعة المنتظمة خلال فترة الاولى. يعني هتساوي كام? خمسة وعشرين متة على الثانية. يبقى عين اتنين بتساوي. جيم في دلتة زي زائد عين واحد. جيم العجلة كام? سالب اتنين. يبقى سالب اتنين. في الزمن كام? بعد عشر سوائن. يبقى عشرة. زائد عين واحد كام? اللي هم بدالي كام سرعة دقية? خمسة وعشرين. يزائد خمسة وعشرين. سالب اتنين. في عشرة? سالب عشرين. شرط كبير ونترح. خمسة وعشرين ناس عشرين. يبقى كام? خمسة متر على ايه? على الثانية. اربعة. صف. حالة حركة الجسم في كل علاقة من العلاقات البيانية الاتية. الف. سرعة وزمن. عجلة منتظمة منتظمة. عجلة. منتظمة. منتظمة. يعني سرعة ايه? غير منتظم. با مسافة وزمن. حالي سكوم. ده جسم ساكن. صح. ده عبارة عن ايه? عبارة عن سرعة غير منتظم. خط منحاني يبقى سرعة غير منتظم. سرعة غير منتظم. يعني ايه? يعني عجلة. جسم تحرك بعجلة.